بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ العاشر هو يعني اشكال اخرى من الخرائط اه صحة يعني. اشكال اخرى يعني والخرائط الجديدة. المساهمة الاخيرة لاجهة الكمبيوتو الاحساءات وغزف الفضاء قدرت القريطة ووزوها جديدة. ان قراءتها واستخدامها رائعة بشكل عام. لكن تصميمها وانتاجها لا يزال مخصصين للمتخصصين يعني مهندسين جغرافيين احصائيين ديمغرافيين ومهندسين اسم خرائط. لان اتقان التقنيات والمواد المتخصصة للغاية امر ضرور. ومع ذلك هناك حاجة الى وصف مجلس لان هذه الخرائط الجديدة تنشر اكثر فاكثر في عالم الخرائط المواضعية. بالاضافة الى ذلك فان مميزة الخرائط والبيانات تجعل هذه الخرائط مجدية بطريقة اخرى. على الاقل يمكن استخدامها بواسطة رسامي الخرائط في بعض الاحيان. صحة? عدنا ان الخرائط الجديدة يعني الخرائط التربعية المبادئ والاخراط يلك تتكون اخرائط الشبكة من قطع مسافة الى وحدات عالية تسمى البلاط في كل البلاطة مربع يعني عموما وحيان مستطيلة او سداسية اه يتم اجراء عدد من المتبعية المحدد لذلك لدينا علاقة بين البلاط والمعلومات اللغة. يمكن ان يتم العدد اما عن طريق المساحات الايدانية او بطرق الاحسائية المناسبة. مشكلة تتعود مخدمة بالمربعات كما هكي. صح. اه يتم اصدار الخرائط التربعية مثل الخرائط المنساء من الدواء الانتخاب الاساسية وينتج عنها ذا هي التقسيم المثير للاهتمام. بشكل خاص فيما يتعلق بين الطبيعية التي تكون الحدود الادارية مصطنعة تماما. ومع ذلك فان تطبيق الشبكة على المنطقة هو عمل استناعي. اه ويؤدي الازاحة للشبكة الى اختلاف مهم في بعض الاحيانات. يتم اه اشراء تعديلات اه الدول الاسكندنافية والانجلو سكسونية وفقا لطريقة الشبكة في فرنسا. هذه طريقة التنسفية ومهتمل ان يستخدم جزء من تعداد لانسي التالي امنية الشبكة. ويتم اه تكريف الخرائط موجودة في الشبكة وفي ذلك تقنية رسم خرائط الناتجة. عنها. بشكل مثالي في رسم خرائط وصل كومنتر. اه صحة. اه لزانو مورفوس يعني اه آنو مورفوس. هذا اه يقول لك صورة بصرية مشوهة هي خرائط اه تم تشويه وحداتها المكانية من اجل تازم الظاهرة كمية. لم يعد بعدها المكان يظهر ثم تم تصميمها الخرائط بحيث لا يمكن التعرف على الشكل الاصلي المساحة التي تم دراستها. اه ويتم تحميل لتحويل الوحدات المكانية الى مضلعات يتناسب صفحها مع الكمية والتي يتم تخصوى لها ويجب ان تتكلم مستطيلات الشكل. اه وتحترم بشكل خاص التسارف في الوحدات المكانية الاصلية. اه يعني بدءا من التقسيم المنطقي التقليدي والبدء من نقطة المنشأ يشوه لصحة المرأ ملامح الوحدات المكانية بفضل الوظيفة الرياضية. اه النوع للصحة صحة. النوع الثالث من تشوه ناتج عن تقنية التربية. صحة. لزا بونتاج خليناها. يعني الفوائد والقيود يعني. ان اذا كان النوع الاول من الشكل قابل للتحقق في التعيين اليدوي فليس هو نفسه بالنسبة للتشوهات المسوحة التي التي تشويها الوحدات الجغرافية والمواقع النسبية. هذه طلب استخدام لكم. يؤتن برامج كيفة التي تستمت خواريزميتها من ميكانيكا الخلاسانة والمعادة. يتمتع صورة بصرية مشوهة بميزة القضاء على روابط السبب. والنتيجة بين منطقة والمتغير قيد الدراسة. وماذا الصحة? اه الجودة بالنسبة للبعض الافتراضي بالنسبة للاخرين اه لا تتوفر صورة بصرية مشوهة قراءة مفصلة للمعلومات الجغرافية. صح. نروح لكارت انطروة ديموس يعني الخرائط ثلاثية الابعاد. قالك بطاقة ثلاثة الابعاد لا او خريطة لها ثلاثية الابعاد ليست في راحة واضحة. فهي في الواقع في منظرها آآ منظرها صحيح في البعدين اكس وايكراك. البرقين يضاف البعد زاد آآ كآآ اه بحيث تصنع يدوين لتنزل الاتجاه. فهي تصور اليوم موضع مختلفة وليست ملموسة. آآ ولا قد تدورت الاسالي بالفعل اصبح البطاقة غير الابعاد اليوم حكرا عن الكمبيوتر لان هذه البطاقات تفضل معالج البعينات قوية للغاية وتمثيلات رسومية ليتقل تعقيدا عن اجهة الكمبيوتر فقد يمكن ان تنجزها تنجز فعليا في وقت معقول يعني. آآ والغرض من هذه القراط هو استعاب بيانات قياس الارتفاع المطاط. آآ المشكلة هي كفاية الشبكات الادارية الوضعية في نصابها صحيح لان اكبر ادول آآ دوائر الانتخابية سيكون لها حجم اكبر من الدوائر الصغيرة. آآ يتم الاحتفاظ كثير من احيان لحل آآ الشبكات ثم الانتقال الى البعض الثلاث. هذا وشكاين في الكارت الثرافيدي الصال والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.